بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكو قصة جديدة وعجيبة قصة واقعية بقى لأن الحاجات الواقعية دي بما بتلمس الإنسان وتحيث أن حاجة حصلت بقالها يوم أو بقالها سنة أو في المجتمع بتاعنا ده بيبقى ليه واقع في النفس جالي سؤال من سنة كده امرأة من المنصورة تتصلت بيه هي كان لها أخت ولها أخي فبتقول إخوات الصبيان جاروا على حقنا في الأرض بتاعتنا أو في الميراث بتاعنا وقالوا لي أنا وأختي في حتة أرض كده كانت من نصبنا على الطريق وأرض مميزة وحلوة وسعرها حلو وهم إخواتي طمعوا إخوات الصبيان طمعوا فيها فقالوا لي أنا وأختي حنمضيكم على أنكم تنازلتم عن الأرض أو أنتم خدتم حقكم في الميراث وكل واحدة خدت من إخواتنا الصبيان 30 ألف جنيه بس إحنا خفنا ولمينا وموضوعه وخلاص تقول هذه المرأة شوف العجيب بقى وشوف انتقام ربك سبحانه وتعالى ما هو أنت حدنا أنك تجور على حق الآخرين ده النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع شبرا من أرض طوقه إلى سبح أراضين شبر فبالك انت خدت إراض ولا اتنين ولا فدان ليه تقول هذه المرأة تنازع الأخان الأخين الصبيان اتنزعوا على الأرض ده أنا حقدة أحدهما رفع السلاح على أخيه فقتله فمات في الحال والثاني جاءت الشرطة فقبضت عليه شوف ده انتقام فوري من الله سبحانه وتعالى هذه نتيجة للظلم هذه عاقبة لمن يظلم ودي قصة بقى أنا يعني مصر أن أنا أقولها وعاوز أحكيها علشان نتعلم كلنا ما تقرش على حق أحد ما تظلمش حد ولازم تعرف أنه لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الظلم والظالمين في القرآن الكريم ذكروا بأنواع أنه ربنا ما بيحبش الظالمين ربنا ما يهديش الظالمين ربنا بيلعن الظالمين ربنا بيعذب الظالمين ربنا بيعاقب الظالمين في آيات كثيرة نتكلم عن آثار الظلم وعاقبة الظالمين الظلم تلت أنواع ظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الذي لا يغفره الله الشرك إن الشرك لظلم عظيم الله سبحانه وتعالى يغفر لك أي شيء إلا الشرك واحد اتنين ظلم يغفره الله والذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى يعني أنت أخطأت في حق ربنا يعني أنت عصيت يعني أنت أسرت في الصلاة وقدت وعدت ربنا سبحانه وتعالى الله يقبلك هذا ظلم يغفره الله أما الظلم الذي لا يتركه الله هو ظلم العباد بعضهم لبعض ظلمت أخوك ظلمت جارك ظلمت صحبك ظلمت شريكك ظلمت زوجتك الذي بين العباد الله لا يتركه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم فخلي بالك طبعا الشرك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وعلى الحق وعلى صراطه المستقيم اللهم أمين اللي بينك وبين ربنا لما تتوب وترجع وتقوب وتعود الله سبحانه وتعالى يغفر لك لأنه القائل لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لكن بينك وبين الناس خلي بالك لا تمت ولا تتمادى ولا تترك نفسك تظلم الآخرين ولا تجور على حق الآخرين ولا تأكل أموال الناس بالباطل ولا تأكل أموال الناس ظلما ولا تأكل المواريث ولا ولا كل ده ظلم قصة جميلة أوع وعقيبة برضو رواه الحاكم في المستدرك عن سيدنا أنس يقول رجلاني جثة أعدوا على ركابهم كده بين يدي رب العزة يوم القيامة يقول أحدهما يا رب خزدي مظلمتي من أخي خلي بالك أوعى تموت وإنت في حد ليه حق عندك أوعى تموت وإنت ظالم حد أو أنت جاي على حق فلان مش هيسيبك يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون هيكت حق منك ومش بالدولر ولا باليورو ولا بالجنيه لا حسنات وسيئات هذه العملة في الآخرة أنت لو عندك حسنات حيأخذ منها ما عندكش حسنات وعندك سيئات ستأخذ أنت من سيئات تطرح عليك موضوع خطير يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي جثة بين يدي رب العزة فيقول أحدهما يا رب خز لي مظلمتي من أخي فيسأل الله سبحانه وتعالى هذا الذي عنده مظلمة أعطي أخيك مظلمته أو حقه قال يا رب لم يبق من حسنات شيء فيعود الله سبحانه وتعالى على الطالب الذي طلب المظلمة قال ماذا تفعل ولم يبق من حسنات أخيك شيء قال فليأخذ من أوزاري يأخذ من سيئاتي النبي عليه الصلاة والسلام هو يحكي للصحابة بكى قال إن ذاك اليوم عظيم يحتاج من يحمل عن الناس أوزارهم أو من يحمل عنهم أوزارهم ثم انظر بعد أن رفع الله سبحانه وتعالى هذه القصور وهذه المدائن المكللة بالذهب قال ثم انظر إلى هذا فنظر فرأى هذه القصور وهذه المدائن المكللة قال لأي نبي هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا فقال الله عز وجل هذا لمن يملك الثمن قال وما ثمنه قال أن تعفوا عن أخيه قال عفوت قال خذ بيد أخيك فأدخله الجنة خذ بيد أخيك فأدخله الجنة ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المسلمين ده في الأخرة ما تسيبش مظلمة من حد لحد ما تقرش على حد عشان أنت كظالم الظالم ده عايزين نعرف هل الله سبحانه وتعالى يعاقب الظالم عقابا فوريا أم يمهله على حسب الظالم قد يكون فيه خير فيمهله الله سبحانه وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وبعدين إحنا عندنا قصة إخوة سيدنا يوسف عليه السلام أعدوا بتاع عشرين سنة وربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبهم عقابا ثوريا وما فعل شي لأنهم كان فيهم خير لكن الظالم الذي افترى زي الإخوات اللي إحنا قلنا عليهم من شوية دول افتروا دول يعني أنا أقول إن مش أول مرة يعملوا كده لأن طالما أنهم لم يتعظوا من المرات الأولى والثانية والثالثة وربما العاشرة خلاص بقى تعالى وإن للظالمين عذابا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يبقى ظلم هاشوف نتيجة ظلم لو أنه افترى وتجبر لكن في خير ربنا سبحانه وتعالى يمهله حتى يتوب فما تظلمش ولا تقرع أحد ولا تأكل مال حد ولا ميرث أحد حتى لا يدعو عليك هذا الظالم زي ما قاله المظلوم لا يهدأ والظالم لا يهنأ فلا تظلم وأحذر دعوة المظلوم أشوفكم على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته